بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسو علم الله أما بعد اللهم نسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعسمة من كل ذم والغنيمة من كل بر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا كفيته ولا عدوا إلا قصمته ولا غائبا إلا بالسلامة رددته ولا عاصي إلا تبت عليه وعافيته ولا مسلما إلا حسنت خاتمته وقضيت حاجته ولا حاجة لك رضا إلا قضيته ويستبتها يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أما بعد نقرأ كتاب فتح القريب المجيب للإمام بن قاسم الغزي في شرح ألفاز التقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم في الدارين آمين في فقه السادة الشفعية فصل في بيان النجاسات وإزالتها في بيان النجاسات وإزالتها وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ كبيل كتاب الصلاة لا خلصناه نبنمسك البياب نخلصه ونمشي نمشيه نظامنا كده فبنسيبش بواء فإحنا النهارة هنخلص النجاسات نقف على الحيد خلص الحلو النفاس نقف على اللي بعد وهكذا عشان تبقى عارف النظام اللي احنا وشي أولا النجاسة هي كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة في البدن أو الثوب أو المكان كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة لو كان على البدن أو على الثوب أو على موضع الصلاة ده أحد تعريفاته النجاسة لها تعريفات كتير لكن التعريف ده تعريف مناسب لعلاقتها بالصلاة وهناك تعريف آخر لعلاقتي بالتناول التناول يعني أن تأكلها أو تشربها أو تضعها على جسمك سنقرأ التعريف اللي هو موضع على اعتبار تناولها إذا النجاسة على اعتبار حكمها هي كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة إن كانت على بدن أو ثوب أو في مكان الصلاة فمن حيث حكمها ومن حيث تناولها فلا تعريف آخر هنقول الواجهة لأنه ذكروا الشيء أما من حيث إزالة النجاسة فالنجاسة من حيث طريقة إزالتها تنقسم إلى ثلاث أقسم النجاسة من حيث طريقة إزالتها تنقسم إلى نجاسة مخففة ونجاسة متوسطة ونجاسة مغلظة يبقى من حيث طريقة إزالتها تنقسم إلى ثلاث أقسام نجاسة مخففة كبول الصبي الذي لم يطعم إلا اللبن تزال برش الماء الموضع بالماء يكفي ذلك دون الغسل ونجاسة متوسطة وهي التي تزول بالغسل حتى يزول عين النجاسة والمقصود بعين النجاسة هو لونها أو طعمها أو جرمها إذا كان لا سمت أو رائحتها فإن زال الجرم وزال الطعم وبقي اللون والرائحة يعفو لأن قد يكون بقعة لا تزول ثم النجاسة المغلضة وهي النجاسة الكلبية ويلحق بها نجاسة الخنزير ومغلضة من حيث حكم إزالتها لأنه يجب فيها التسبيع والتكريب يجب فيها التسبيع يعني سبع غسلات إحداهن بالتراب ثم النجاسة من حيث مادتها تنقسم إلى مائع وجامد مائع يعني سائل وجامد يعني شيء متصلب تقسمها من حيث إزالتها يعني مع مرآة الحيثية في التقسيم لازم تراعي الحيثية يبقى النجاسة من حيث حكمها هي ما يحرم تناوله أو تناوله يعني إيه يعني استعماله سواء في أكل أو شرب أو في بدن أو سوء لا يحرم تناوله يعني استعماله وكذلك من حيث حكمها هي كل ما يمنع من صحة الصلاة في بدن أو سوب أو مكان ثم يأتي بعد ذلك تقسيم آخر للنجاسة من حيث مادتها نجاسة مائعة يعني سائلة ونجاسة صلبة يعني جامدة النجاسة يقول هنا الشيخ والنجاسة لغة الشيء المستقدر يبقى في اللغة النجاسة هو كل مستقدر سواء كان مائعا أو متصلما أو حتى رائح يبقى معناها اللغة ويواسع لكن شرعا هو مستقدر يمنع من صحة الصلاة مش أي مستقدر بقى والمستقدر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص يبقى تعرفها الشرعي أضيق منها من تعرفها اللغة يعني في اللغة النجاسة هي كل شيء مستقدر يدخل فيه العرق يدخل فيه المخاط يدخل فيه الريق كذلك بره كل دي طاهرات لكنها مستقدرة فمن حيث اللغة هذه الأشياء المستقدرة الطاهرة تدخل في حكم النجاسة لغة وليس شرعا لكن الشرع اختار من المستقدرات أنواع معينة بعلى وجودها سببا لعدم صحة الصلاة حيث لا مرخص لوجوده يعني لا يعفى عن ويس وعشان كده يقول لك وشرعا اختار لك أحد التعريفات هو الشيخ هنا يقصد طبعا في الشرح الاختصار فدلك أحد التعريفات وتعريف لطيف حيبين لك ما هو ما يحرم تناوله ما يحرم تناوله لأن النجاسة هي من ضمن ما يحرم تناوله وليس كل ما يحرم تناوله لأن هناك أشياء طاهرة يحرم تناوله برب زي مثلا لو نبات سام النبات السام ده طاهر لكن يحرم تناوله لأنه مضر كده ببنه من ما يتنجس نبنتكلم على ما يحرم تناوله من غير النجاسات يعني النجاسات من ضمن ما يحرم تناوله وليس كل ما يحرم تناوله فهناك مما يحرم تناوله طاهر ومستقضر يحرم تناوله كالمخاط وارديق والعرق حد يقدر يجمع ريق نفسه يعني يشربه أو ريق غيره ويشربه مستقضر المخاط مستقضر مستقضر الريق مستقضر لكنه طاهر ويحرم تناوله علة حرمة التناول الاستقدار كويس فيبقى ما يحرم تناوله قد يكون لنجاسته وقد يكون لاستقداره وقد يكون لضرره وقد يكون لتأثيره على العقل ككل مسكر ومفتر وقد يكون لحرمته لأن لي حرمة كميتة الأدمي ينفع تكلها أي طهرة ميتة الأدمي طهرة الإنسان لا ينجس حيا ولا ميت وحتى نجسة المشركين قالوا نجسة معنوية وليست نجسة حسية يبقى ميتة الأدمي طهرة ويحرم تناولها لماذا لحرمتها يبقى قد يحرم تناول الشيء لحرمته كحرمة تناول مال اليتيم مال اليتيم وطاهر ينفع تكله حرام لأنه حرام أكله يبقى قد يكون لحرمته أو مال الغير يبقى أسباب حرم التناول الشيء أن يكون نجسا أن يكون مستقدرا أن يكون محترما أن يكون ضارا أن يكون مؤثرا على العقل خمس أشياء لو توفر أي واحد من دول في أي حاجة تبقى الحاجة دي حرام تناولها عند المسلمين لا يشربوها ولا يأكلوها ولا يخطوها على جسدهم ولا يخطوها حتى على ثيابهم وهذا علشان كده معرف لك أن النجاسة من حيث التناول لأن أحد ما يحرم تناوله فاختار لك هذا التعريف قال لك إيه تعرفها شرعي كل عين حرم تناولها على الإطلاق مطلقا يعني كل عين حرم تناولها يعني إيه حرم تناولها يعني استعمالها في الأكل أو الشرب أو الزينة أو حتى الاقتناء كل ده في تناول حالة الاختيار عشان يخرج الضرورة لأن يجوز التداوي بالنجس فقال لك حالة الاختيار عشان يخرج بعض الأحوال اللي إنسان يبقى فيها محتاجها واضح؟ حالة الاختيار يبقى يخرج الإكراه وحالة الضرورة بكلمة حالة الاختيار مع سهولة التمييز علشان تيه ما لا يدركه الطرف يعفى عنه يعني متعرفش يتميزه مش شيء مع سهولة التمييز لا لحرمتها ويكون سبب حرمة تناولها وسبب الأحكام دي لا بسبب حرمتها لإخراج ميتة الآدمي لأنها طهرة ولا لاستقدارها لإخراج المني فهو طاهر والمخاط فهو طاهر والريق فهو طاهر والعرق فهو طاهر ويحرم تناوله لاستقداره لا لنجاسته على شك كده هنا بيعيز يعرف النجاسة فيعمل لك محترزات يخرج المحترزات دي مهمة لإخراج ما يمكن دخوله حتى يصير التعريف جامع شامل يعني يجمع كل ثور الشيء المعرف ويخرج ما ليس منه فالمحترزات دي كلها تخرج ما ليس منه فيقول لا لحرمتها إخراجا لميتة الأدم ولا لاستقدارها إخراجا لما يستقدر وهو طاهر ولا لضرارها زي السم ممكن يبقى حاجة سامة زي دواء سامة الدواء السامة ده مهو طاهر لو عطته بجيبه وصلت دي مس مش حامل نجاسة لأنه طاهر لكن يحرم تناوله لأنه ضار سام زي الحشيشة زي الأفيون ما هو الحشيش ده طاهر يعني ممكن تحط في جيبك حتة حشيش اللي بيقبضوا عليها الناس مش الحشيش بتاع اللي بيأكلوا الحيوان الحشيش اللي هو إيه بيستعملوا الجماعة بتوع المكيفات أو ده نبات والقنب اللي بيخرجوا منه الإيه الأفيون أي دي نباتات طاهرة لكن يحرم تناولها لأنها ضارة من جهة ولأنها تؤثر على العقل من جهة أخر بالرغم إنها طاهرة وأخذ بيه عشان كده قال لك ولا لضررها كسم في بدن أو عقل كمسكر ومفتر غير مائع لأن المسكر المائع نجس كله خمر نجس ويس دي مقدمة مهمة علشان تبتدي تدخل الموضوع تفهم إيه هي النجاسات عشان تحدد بعد ذلك فكرك وفهمك بيقول لك هنا دخل في الإطلاق مش بيقول هنا مطلقا كل عين حرم تناوله على الإطلاق قلل على الإطلاق هنا إيه؟ عشان يخرج قليل النجاسة وكثر يعني قللها وكثرها حرام كلمة على الإطلاق دي تدخل القليل حكمه حكم الكثير واضح؟ وخرج بالاختيار بيقول لك في حالة الاختيار الضرورة فإنها تبيح تناول النجاسة الضرورة تبيح تناول النجاسة افرد الايه؟ الطعام وقف غصة حلقة هتتخنى وما قد مكشل لخمرة تشرب الخمرة عشان تزق الغصة وهي اللي هتموت تهم؟ لو أنت بتشرب الخمرة هنا من أجل الضرورة بالرغم أنها نجسة اللي خلك تشربها هي الضرورة عشان كده يحرم تناولها حالة الاختيار مش حالة الضرورة وإحنا شفنا أيام الزلزل بتاع حاجة وتسعين ده واحد وتسعين الراجل اللي هو أكسم ده اللي نزل عليه الوتيار قاعد يشرب بولو يشرب بولو تلات أيام عشان ما يجلوش جفاف كلنا وجابوه في التليفزيون وكل الناس عارفينه أو ده شرب البول ده حرام لأنه نجس لكن في حالة ضرورة خلاص يعصر زي أمت بقى إزاي؟ لأنه ده ضرورة علشان كده قال إيه؟ وخرج بالاختيار الضرورة فإنها تبيح تناول النجاس ومن ضمن الضرورة حاجتها للدواء لأنه ننزل الحاجة منزلت الضرورة ننزل الحاجة منزلت الضرورة فلن كان دواء فيه نجاسة يجوز تناوله زي أدوية الكحة كلها داخل فيها كحول أدوية السعال دي كلها اللي تشتريها من السوق برونكستال ومش عارف أفي بيكت ومش عارف إيه وإيه كل الأدوية بتاعة الكحة المشهورة في السوق كلها داخل فيها كحول بنسبة ضئيلة جدا طب ما وكده نجس الكحول ده نجس لأنه خامر واخد بالك لكن بالرغم من ذلك يجوز أخذ الدواء لحاجة العلاج من باب إنزال الحاجة منزلت الضرورة كل دي قواعد ثقية الأطباء يستعملوا الكحول في تطهير الجروح كده برد والكحول ده لو شربوا الإنسان يسكر كان بعض التمرجية في الأسر العين زمان وإحنا امتياز كانوا يشربوا السبيرت ويسكر بعض التمرجية أموا جون حطوا عليه مسلين بلو عشان يبقى أزرق يوم ويقرفوا منه شربوا برد ما أخذ بالكش يعني بيشربوه علشان يسكروا يعني مسكر يعني نجاسة يعني خامرة طب ما احنا بنستعمله في تطهير الجروح قال لك لضرورة العلاج فإن فعشان كده قال كلمة الاختيار لإخراج هذه السور يبقى الفقيه فاهم على طول إن فيه سور بتخرج فإنها تبيح تناول النجاسة على مذهب الشفعية بول مأكول اللحم نجس كغير مأكول اللحم بول مأكول اللحم نجس كبول غير مأكول اللحم لأن بول غير مأكول اللحم نجس بالإجماع فإن بول وروس مأكول اللحم غير مأكول اللحم نجس بالإجماع طيب ومأكول اللحم الملكية قالوا طاهر يعني بول البقرة ما أنت بتاكل البقرة طاهر عند الملكية بول الجمل بتاكل الجمل ولا متاكلوش بتاكل الجمل يبقى بوله طاهر عند الملكية لكن عند الشفعية نجس برضو بول مأكول اللحم نجس كغير مأكول اللحم ودمه نجس كدم غير مأكول الله وراوسه نجس كراوس غير مأكول الله سواء فالشفعية لما غيره قال لك فإنها تبيح النجاسة في حل اختيار لأن يجوز التداوي بالنجس فلما النبي أمر العرانيين أنهم يعني يتداووا ببول الإبل وألبانها يجمع من عرينة هجروا وأسلموا قصة معروفة مروية في البخاري وفي النسائي وفي سنن أبي داود وموجودة في الترمزي مجموعة من عرينة قبيلة أسلموا وراحوا قعدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وهجروا اجتووا المدينة يعني قال لهم مرض بسبب أن يغيروا المنظر ويتحاولين يعيشوا في البدية مش هتحاولين يعيشوا في المدن فلما عاشوا في المدينة مرضوا اجتوى المكان يعني مرضة في المكان لاستحملش جوه فلما اجتووا المدينة أمرهم والنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما يخرجوا مع لقاح النبي لقاح النبي دي كان عبارة عن نوق بتحلب ملك النبي صلى الله عليه وسلم وبتخرج كل يوم تطلع المراعي في البدية فقال لهم دول أهل البدية يخرجوا مع النوق واشربوا من أبوالها وقلبانها لحد ما تصح والقصة معروفة فلما خرجوا شربوا الأبوال والألبان خفوا أول ما خفوا عملوا أتلوا الراعي وصمروا عنه كمان يعني خزقوا له عنه ومثلوا ببسته وسرقوا الإبل بتاعة النبي وهرب فأمر رسول أرسل إليهم أبضوا عليهم إيه وصمر أعينهم عمل فيهم اللي عملوا في إيه في الراعي ثم بعد ذلك قطع أيديهم لأنهم سرقوا وأرجلهم وتركهم عند الحرة يطلبون الماء فلا يربوا حتى ماتوا وعملهم معاملة الحرابة معروف القصة فاستدل منها المالكية على طهارة بول الإبل مأكل اللحم لأن النبي أمرهم لأن المالكية عندهم لا يجوز التداوي بالنجس فقلنا لهم حديث العرانيين قالوا ما هيدي إبل مأكلة اللحم واند عندنا دطاة عناش إشكاب الشفاية عندهم إن بول الإبل نجس مأكل اللحم فقالوا دي نجاسة لكنها أباحتها الضرورة والحاجة للعلاج واضح فيبقى الحادثة وحدة والأحكام الفقهية المبنية عليها تختالف أدي وجهة نظر الفقهاء تختالف دي مدرسة فقهية ودي مدرسة فقهية دي تنزل الموضوع من جهة ودي تنزل الموضوع من جهة يجي لك العالب يقول لك لا إحنا عايزين ناخد من الحديث على طول هتاخد بأي مدرسة هتمشي في أي جهة لابد يبقى ليك طريقة تفكير تهمت بقى المسألة على شكل كده لابد مراعاة دراسة المذاهب قبل أن تستمت حكما جديدا وما ينفعش يبقى فيه مذهب جديد إلا لما يبقى ليه طريقة تفكير معتبرة وجهة نظر معتبرة شرعا عشان ساعتها نحطه مذهب جديد فالمهم هنا الشفعية قالوا إيه خرج بالاختيار الضرورة فإنها تبيح تناول النجاس كأن بيقولك حديث العرانيين نفتكر اللي هو لما شربوا أبوال الإب كأنه بالضبط في ذهنه هذه الحديثة وبسهولة التمييز قال لك ولازم كمان يسهل تمييزها لأننا لو مش شايفها خلاص معفوا عنها قال لك أكل الدود الميت في جبن أو فاكهة ونحو ذلك هو الدودة دي ميتة أو حتى حية لما تبقى حية وكلها هو يجوز أكل الدود لا يجوز أكل الدود لاستقداره نحن قلل من ضمن أسباب حرم التناول الشئ أن يكون مستقدرا هو الفيل ليه حرام أكل الفيل الفيل ده حيوان عشوي عشبي صح؟ لهو بناد يفترس به ولا أكل لحوم ده بيأكل عشب يعني زيه زي البقرة زيه زي المعز طب ليه ما بنكله زي المعز وتأخذ حتة مزدلومة قال لك لاستقداره حرمة الفيل علتها مش علشان نناب لأنه ننابه ده ما بيفترس به ده بيدفع به عن نفسه لكنه بيأكل أعشاب فلو على الحكم يبقى يجوز أكل الفيل صحيح قال لك لا لا يجوز أكل الفيل ليه؟ لا استقداره لأن العربي العربي اللي هو معتدل الطبعة يقرى في أكله صحيح فطالما يقرى في أكله يبقى كده حرام أكله يبقى العلة الاستقدار دي مهمة على شك كده قال لك سهولة التمييز لابد أن يسهل تمييزه لأن ممكن أنك تتناول بعض المستقذرات غير مميزة ويعفى عنها زي الناس الفلاحين طول عمرهم ياكلوا المش بدوده تفهمت إزاي؟ طب مهو الدود ده صعب أنك تتمييزه عن المش لأنه بيبقى ساعات منتشف بحيث لو حاولت تتمييزه هتتعب فيقوم ياكلها على بعضها يحتفظ اندويج ويقطن داخل المش بدوده تفهم؟ فقال لك آه لصعوبة التمييز ممكن أنت تدخل تمرية بقى تتاكلها واتطلع البذرة ويطلع في البذرة دي دودة وانت مش واخد بالك أو سوسة وبلعتها لصعوبة التمييز يوعف عنها وممكن تجيب خوخة مثلاً تلاقي جوة بذرتها دودة تقلت ازاي؟ وتاكلها مع الدودة وانت مش واخد بالك يوعف عنها يبقى أما يقولك هنا سهولة التمييز عشان يخرج الثور دي يخرج لك الثور الازي دي لكن لا يجوز طبعاً إن كنت تتنقي الدودة في روكنا وتغمسه تهمتني ازاي؟ لأنه كده حرام طب ايه حرمته؟ هو النبي قال على الدود قال لك لاستقضاره مستقضر طب وقال كل مستقضر عند كل العرب يبقى نجس قال لك المستقضر بالإجماع لكن بالطبع لا لأن النبي استقضر الضب واستقضر الأرنب ولم يحرمهم عرد عليه الضب قال أعافو قالوا له هو حرام يا رسول لكني أنا أعافو طبعي ما يقبلش يكرم فيمت ازاي؟ لكنه مش بالإجماع لأن كثير من العرب ما تعافوش تكرم واخد بالك فيبقى لابد أن يبقى فيه نوع من الإجماع أو شبه الإجماع على استقضار الشيء حتى يحرم إنما لو بعض الناس استقضرت الأشياء وبعضهم يعني مثلا جاءوا بأرنب للنبي صلى الله عليه وسلم مشوي فكاد يأكل منه فالرجل اللي جاي بالأرنب للنبي قال أظن أني رأيتها تحيض فتركها النبي وعافها بنمر من منظر الكلمة واخد بالك فما كلش الأرنب لكن سب غيره يأكله يبقى النبي عفاه طبعا لا شرعا عفاه طبعا لا شرعا واضح؟ يبقى لازم يكون المستقذر يكون غالب العرب تقرف منه زي الضفضاعة اللي حرم الضفضاعة يعني الاستقضار لأنها كلها كده مزلقة كده والناس تقرف منها خدت بالك لا وغير كده كمان هي نفسها مزلقة كده تحسك لها كلها مخاط الإنسان اللي طبعه سليم كده يقرف منه مع أن في فرنسا بيعملوا شربك واخد بالك زاوي يأكلوها لأنه ما عندهمش شرع لكن احنا عندنا شرع وهكذا يبقى إيه شوف كلام الفقهاء كل كلمة وراها معنى عميق فلازم تاخد بالك من المعاني العميقة في كلام الفقهاء لأن كل كلمة وراها أحكام اعرف أن الفقه الإسلامي معجزة من معجزات النبو لأن النبي جاء بنصوص محدودة استخرجوا منها ما لا نهاية له من الفروة نصوص محدودة يخرج منه ما لا نهاية له من الأحكام هذه في حد ذاتها معجزة نبوية في البلاغ لم ينص عليها أحد ويجب أن تحطم ضمن معجزات النبو صلى الله عليه وسلم وعلشان كما قال لك بسهولة التمييز خرج بسهولة التمييز أكل الدود الميت في جبن أو فكهة ونحو ذلك زي الأمثلة اللي ادتها لك وخرج بقوله لاح لحرمتها ميتة الأدم يحرم أكله ميتة الأدم وبعدم الاستقدار المني ونحوه المني ما هو طاهر عند الشفعية صحيح نجس عند الملكي لكن المني عند الشفعية طاهر مني كل الحيوانات بما فيهم الإنسان طاهر عند الشفعية لكنه مستقبل واحد يقرف منه وكذا العرق وكذا المخاط وكذا الريق وبنفي الدرر خرج الحجر ينفع تاكل الأحجار تجيبش وقت الحجر كده وتعطي دقة وتعطي أشها يعني حاجة غريبة دي فبهو الحجر نجس ده مش نجس بس أكيد در رح يعمل لك تيبس في المعدة ويعمل لك انسدادات وملوش لازمة ويدخل معاه معادن قطة در متكلوش ما ينفعش عشان كده ما يجيب لك واحد بيأكل الإزاز ويستعرد قدام الناس ده كده بيلعب لعبة محرمة شرعا لأنه بيتناول ما يضر فمن يفرحش بيها يعني نحن نقول له لا ما يصحش تعمل كده واضح زي الحجر والنبات المضر ببدن أو عقل زي الحشيش وزي القط وزي النصوار وزي القنب كل دي أنواع والداتورة كل ما هي النباتات المعروفة اللي هي بالضر بالعقل أو بالبدن كل ده يبقى حرام تناوله بالرغم أنه طاهر ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القبل والدبر عايز بقى يعرف لك يقول لك إيه وكل مائع خرج من السبيلين نجس يعني إيه مائع يعني لكود يعني سائل هذه مائع يبقى المائع هو كل إيه سائل نحن عندنا حالة المادة إما سائلة أو صلبة أو غازية كده برضو هي حالة المواد بتاعتنا كده رائحة النجاسة طهرة رائحة النجاسة طهرة بالرغم من ريحتها مستقزرة بس طهرة يعني لو واحد خرج ريح مش الريح دي هوا خارج من نجاس وبيخرج من خلال السوب هل يجب عليك غسل السوب لا يبقى الريح ده طهر لكنه ينقض الوضوء بس طهر عشان كده النبي يقول ليس مننا من استنجى من ريح ليس مننا من استنجى من ريح يبقى رائحة النجاسة طهرة الرائحة دي حد ذاتها طهرة يبقى لو استروح الماء من نجاسة قريبة فأخذ طعمها وغيرت طعمه يظل طاهر يعني لما يجي حمر يموت على حفة الترعة ويبقى جيفة ويجي الهواء ياخد رائحة الجيفة ويختلط في الماء تيجي تتوضى بالمية دي تلاقيها منتنى بالرغم ان يجوز الوضوء به لان اللي غيرها ايه الاسترواح الرائحة يعني تهمت بقى ازاي يبقى ناخد بالنا من مثل هذه الاحكام الفقهية لانها مفيدة ان كنت تعرف تستنبط الاحكام في الصور المختلفة في حياة المسلم وعشان كده الناس تدخل دورات المية تشم الرائحة الكريهة والرائحة الكريهة تدخل في السوب محدش بيروح يغير سوب وغسله لان كل الروائح دي اللي طالعة طاهرة تهمت بقى ازاي وايه اللي عارف لو كان الرواح دي ناجسة يبقى كل ما تدخل الحمام لازم ويبقى في رواح كريهة تستحمى وتغير سوبك وتلبس سوب جديد هيبقى شرع صعب هيبقى الشرع بتاعنا صعب والشرع بتاعنا سماء مزياء رفع الحرج والتيسير على الامة ويضعنوا مصرهم والاغلالة التي كانت عليها ثم ذكر المصنف ضابطا للناجس الخارج من القبل والدبر بقوله وكل مائع خرج من السبيلين ناجس يبقى اي حاجة تخرج من القبل او الدبر دون السبيلين يبقى ناجس هو صادق بالخارج المعتاد كالبول والغائد وبالنادر كالدم والقيح كويس الا استثنى المني لان المني في مذهبنا الشفعية طاهر لانه اصل الادامي والادامي طاهر فما يدخل ايش من ناجس سهمت بقى المني اصل الادامي والادامي طاهر واصل الحيوان الحي وكل حيوان حي طاهر واضح لكن المشكلة في المزكة او الميتة ليه احكام لكن كل حي طاهر الا الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما عند المالكية كل حي طاهر مطلقا حتى الكلب والخنزير واضح ده عند المالكية طب وبيغسل ليه سبع مرات احدى انه بالتراب من النجاسة الكلبية عند المالكية قالك تعبدا لا للنجاسة ده امر تعبدي يعني غير معلوم العلة تهم لكن الشفعية قالوا لا لعلة النجاسة ومش نجاسة عادية بنجاسة مغلزة باجتماعي مطهران وهو الماء والتراب تهم فلما يجتمع الاثنين على نجاسة واحدة عشان تزال معناه دي نجاسة شديدة قوي فالشفعية فهمه من التتريب والغسل والتسبيع انها نجاسة مغلزة والمالكية قالوا لا ده النجاسة عموما بتغسل بالماء وخلاص اشمع ان دي بقى تبقى بالتراب وسبع مرات اكيد في علة احنا ما نفهمهاش يبقى دي علة تعبودية ما نفهمش حكمها تهمت بقى المسائل فيقول لك هنا استثنى من كل ما هو يخرج من القبل والدبر استثنى منه الماني بس من ادمي او حيوان غير كلب او خنزير انما كلبه الخنزير الماني برضو بتاحهم نجس واضح وما تولد منهما يعني كلب تزوج خنزيرا او خنزير تزوج كلبا اجي تولد منهما فجاء ناس خنزير ابن كلب او كلب ابن خنزية يبقى برضو اللي طالع ده واخد بالك نجس برضو لانه تولد منهما او من احدهما كلب مع ايه مع زئن مثلا فطلع حاجة كده يبقى الحاجة اللي طالع دي من احدهم او خنزير مع حيوان اخر فطلع حيوان اخر تولد منهما او من احدهم كل دول يبقوا نجس تقيمتني بقى كل دي تفاصيل خاصة بمذب الشفعية وخرج بقوله مائع مائع يعني سائل الدود وكل متصلب لا تحيله المعدة اصلا ممكن الانسان يتبول يخرج منه حصوة متصلبة حصوة بقول كده بصلبة كده زي الظلطة اه الظلطة دي ليست نجسة لكنها متنجسة يعني لو مسكتها غسلتها خلاص طهرة تشلف جيبة وتبقى ذكرة تقول الحصوة دي انتبولتها من عشر سنين تتمعزباني اخي بقى بس غسلها وشيلها معاي في بعض المرضى نعمل لهم مرارة ومشل لهم الحصاوي من المرارة ياخدوها يغسلوها ويشيلوها عندهم لانك تتمعزبان فكل ما يفتكرها يفتكر نعمة ربنا عليه انه خلص منه اخي بقى لانها هي متصلبة ولكنها متنجسة وليست نجسة في ذاته فخرج شاكرا قالك كله مائع ليخرج ايه المتصلب الدود ممكن يخرج الدود واحد يخرج منه دودة اسكارس ولا تطلع من الشرك بتاعه وديه متنجسة لكن هي نفسها مش نجسة واخد بالك لانها حية امتى تنجس لما تبقى ميتة وميتة مالة دم له ساهلة معفوة عنها لكنها برضو نجسة زي ميتة الزباب والحشرات والحاجات يبقى وخرج بمائع وخرج بمائع الدود وكل متصلب لا تحيله المعدة يعني لا تحيله يعني ما تخدموش يعني انا مثلا بلعت جنيه فضى كده جنيه المعدني ده بلعت دخل المعدة المعدة هتحيله هتهضمه هتهضمه يفضل ماشي في الأمعاء لحد ما ينزل في البراز كده برضو لما ينزل في البراز ده اسمه متنجس مش نجس يعني لو اخد غسله خلاص هحطه في جيبي تاني تهمت بقى او واحد بلع جوهرة او حاجة زي اسماعيل ياسين في الافلام بتاع الزمان كان يبلع الجوهرة كده واخد بقى ويدله شربة ويقعدوا علشان يجيب الجوهرة الجوهرة هي صارت متنجسة المعدة لا تحضمها لا تحيلها تهمتني بقى ازاي خدوا الدهب بس بلعوه لا لا كانوا شايلينوا معهم هوا كانوا أمامهم دول معقول يبلعوا الدهب جبتها منين دي ذكروها فعلا يعني كانوا يبتلعونه يا خبره ربنا ينجينا يا خد يبقى لا تحيله المعدة يعني لا تحوله لا تهضمه فليس بنجس بل متنجس يطهر بالغسل واضح؟ يبقى معناه القئ مائعه أحالته المعدة يبقى نجس ادبالك بعد ما تفهم كلام العلماء يبقى القئ اللي يخرج من المعدة ده نجس لأنه اختلط بعصارة المعدة ومائع مائع يعني مش متصلب سائل كده برضو زي وعد الناس مائع ينام يريل الريالة دي لو كانت صفرة يعني فيها أثر عصارة المعدة زي اللي عنده ارتجاع مريق لأي عصارة المعدة ترجع وهو نايم تخرج مع ريقه فيصحي لأي المخد بتاعته عليها أثر صفرة آه دي نجاس تهمت ازاي؟ لأنها مختلفة بالمعدة لكن لو كان اللي الراجع ده من المخد بتاع الدماغ أو عنده زكام أو شيء من هذا يبقى مستقضر لكنه ليس نجس واخد بالك ازاي؟ وفي بعض النسخ وكل ما يخرج بلفظ بدل ما كل ما قالك الخارج من القبل والدبر وكل ما خرج في بعض النسخ قال وكل ما يخرج بالمدرع بلفظ المدرع وإسقط مائع طيب دخلنا بقى في قضية أخرى وهو غسل جميع الأبوال والأرواس ولو كان من مأكول اللحم واجب آه وغسل وأنا حجيب البول أغسله ولا أجيب الرواس أغسله والأغسل مكانه يبقى مقدر يبقى فيه مضاف مقدر هنا وغسل مكان أو موضع جميع الأبوال والأرواس تفهم هنا ضمنا لأن العرب يفهموا الحكاية وهي طايرة كده يحبوا يختصر فهمت يبقى فينا مضاف مقدر وهو غسل موضع مش غسل الأبوال يعني جيب البول أغسله ولا جيب السوب موضع ملمس البول أغسله تهمت إزاي يبقى وغسل موضع جميع الأبوال والأرواس ولو كان من مأكول اللحم الشرح دالل قيله ولو كان من مأكول اللحم إخراجا لمذب الملكي واضح وإثباتا لخصوصية مذب الشفعية في المسألة والشفعية وفقون أيضا الأحناف في المسألة عند الأحناف زي الشفعية في المسألة ولو كان من مأكول اللحم واجب واجب يعني ايه يعني يأثم لو تركه طب الواجب نوعان في واجب على الفور وفي واجب على التراخي الوجوب هنا وجوب فوري ولا وجوب على التراخي يعني ايه على التراخي يعني لما احتاج اصليه ابقى اغسله مش مهم دلوقت يعني انا ماشي في الشارع بصيت لقيت واحد بيطلع جردل ميت مجاري وبيرميه كده فجعل ايه على بانطلون وانا لسه مش هصلي الوقت ان انا هصلي بعد اربع ساعات الدهر فضل على اربع ساعات لسه خلاص استني ماشي بس اعرف الموضع اللي جا في السوق عشان هيجف بعد شوية ابقى عارف مكانه ولما يدن الدهر اروح داخل الحمام اقلع الرجل دي وغسل الموضع ده وبعدين بعد كده لبس وتودى واصل يبقى الوجوب هنا على التراخ الوجوب هنا ايه على التراخ ومتى يجب على الفور ازالة النجاسة كانوا يسألون كده في الشرف لما يجي يقول لك الوجب هنا يبني على التراخ ولا على الفور تقول له على التراخ تقول له تهوه متى يجبه على الفور لو هو اللي وضع النجاسة بايده عقوبة ليه نقول له يجب ازالتها في الحال بقى يبقى يجب إزالته على الفور إذا وضعه هو بيده تنمخ بها متعمداً مع علمه بنجاستها أو ضاق الوقت وقت الصلاة يجب بقى في الحال دي على طول يزلع عشان يلحي الصلاة قبل أن يفوت وقتك يبقى عندنا يجب على الفور في حالتين إذا وضعها بيده متعمداً مع علمه بنجاستها لحرمة التضمخ بالنجاست عند المسلمين أو ضاق الوقت لتصح صلاته حيث لا ثوب عنده غيره لكن لو عنده ثوب غيره يغيره مش مشكلة ويسيبه ده يغسله بعدين مع الغسيل لكن لو على البدا الوجب إزالته في الحال عشان يعرف يصلم تهمت يبقى ما يقول لك كده وغسلوا جميع الأبوال والأرواس يعني غسلوا مكان جميع الأبوال والأرواس ولو كان من مأكول اللح واجب وتعرف إمتع التراخي وإمتع الفور وكيفية غسله النجاسة نحن عندنا النجاسة نوعين نجاسة عينية ونجاسة حكمية فاكرين أنت وحنا كنا نتكلمنا عن النجاسة النجاسة الحكمية اللي هو إيه زي بول انقطع ريحه ولونه يعني بول زي المية لا ليه ريحة بول ولا ليه لون البول ولا ليه حتى طعم البول بول زي المية أو البول اللي زي المية ده برضو نجس فلو جعل موضع ثوب كأن في مية على الثوب ولما ييجي يجف ما يسيبش أثر لأنه مية لكنها نجسة يبقى اسمها نجاسة حكمية يجب غسلها برد يجب غسلها برد لكن فيه النجاسة العينية اللي هي تقدر تشوفها ليها لون ليها رائحة ليها طعم ليها جرم سمك يعني يبقى اسمها نجاسة عينية يبقى النجاسة العينية اللي أنا أشوفها بعيني أشوفها بعيني يعني بحواسي يدخل فيها اللون والطعم والشم والجرم إن كانت مشاهدة بالعين وهي المسمى بالعينية غسلها يكون بإيه بزوال عينها ومحاولة زوال أوصافها يبقى لازم أشيل جرمها كتلتها نفسها تتشاء بالغسل مش كده وبس وأفضل أبعك وأحط فيها لحد مزيل الأوصاف اللي هو اللون والطعم والرائح يعني ما يبقى لها أسر واضح تكون بزوال عينها ومحاولة زوال أوصافها من طعم أو لون أو ريح فإن بقي طعم النجاسة ضر أو لون أو ريح عصر زواله لم يضر يبقى يعفى في الآخر عن اللون وعن الريح لكن لا يعفى عن الطعم ولا يعفى عن الجرم لازم تشيل الأسر وإن كانت النجاسة غير مشاهدة وهي المسمى بالحكمية فيكفي جري الماء على المتنجس بها ولو مرة واحدة دي النجاسة الحكمية اللي انت متعرفش اتميزها لأنها فقدت أوصفها فقدت أوصفها ثم استثنى المصنف من الأبوال قوله إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام الصبي هنا لإخراج الصبية يبقى لازم الزكورة فلو كان صبية أو خنصة واجب الغسل يبقى الصبية أنا لاجب فيه أن يكون ذكر دي شاء أول شرط الشرط التاني ألا يأكل شيئا غير اللبن على سبيل التغذي لكن إفرد خد دوة ودوة مش لبن بس لما مش على سبيل التغذي يبقى برضو بوله يرش واضح يبقى لابد ألا أن يكون صبيا ذكرا وألا يطعم إلا اللبن كويس يعني لو بدأ الأم تفتم الطفل وبدأت تديله زبادي وبدأت تديله بيضا مسلوقة تديله بطاطس مش عارف إيه خلاص بقى بوله زي سائر الأبوال يغسل مش يرش واضح إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أي لم يتناول مأكولا ولا مشروبا على جهة التغذي عشان كده يخرج الدوة فإنه أي بول الصبي يطهر برش الماء عليه عشان كده سميناه نجاسة مخففة سميناه نجاسة مخففة ولا يشترك في الرش سيلان الماء فإن أكل الصبي الطعام على جهة التوذي غسل بوله قطعا وخرج بالصبي الصبي والخنثة فيغسل من بولهما طب هنا يعني بيميز الشرع يعني بين الصبي والصبية فيبقى الشرع بيميز الزكور على الإناس يعني في الأحكام لا أبد ده هنا من باب رفع الحرق لأن الصبي إذا بال بوله يجي على مكان بعيد فيصعب الاحتراز منه فلما صعب الاحتراز منه خففة حكم التخلص منه وقيت رشة مية خلاص بحل إنما الصبية إذا بالت البول ينزل تحتها في مكان محصور فيسهل غسله يبقى التمييز هنا مش ما يتقالي التمييز عشان الشرع بيفضل الزكرة على الإنسة لا لأنه ماشي مع قاعدة الشرع وهي رفع الحرق واضح القشط ما هو خارج من المعدة قشط الصبي ده ما هو طالع من المعدة يبقى ناجس لما تيجي تكرع الطفل كده بعد الردعة يقشط القشط اللي طالع ده طالع من المعدة أحالته المعدة عشان كده بيطلع مجبن ورحته مش حلوة آه يبقى ناجس زي القيء وزي القلس اللي هو يخرج إيه لما الواحد يبقى شبعان قوي وييجي مثلا إيه تكرع والحاجة إيه حمودة خرجت مع يا الحمودة دي لو كانت جات في الفم بتنجس الفم يجب أنه يتمضمض علشان يزلها لأنها برضو أحالتها المعدة ونقول أنه ناجس ونقولش أنه طاهر بس نجاسة مخففة من حيثه حكم تطهرها لكن هو ناجس نعم بنحطه في الطاهرات حبطينه في النجاسة لكن هو حكمه في التخلص منه بس الرش يكفي بعض العلماء زي ما نقل لك لأن الناس بيحبوا الصبي ويدلعوا كتير فبي يجي يتبول عليهم فخفف المسألة لكن المسألة مش مسألة حب الصبي وعدمه لكن مسألة صعوبة الاحتراز ويشترط في غسل المتنجس آه دي نقطة مهمة ورود الماء عليه إن كان قليلا يعني المية لابد هي اللي ترد على النجاسة لتزلها كويس مش النجاسة تحطها على المية لا يعني الثوب المتنجس ما ينفعش تملأ باستلت ماء وتجيب الثوب المتنجس تحطه على المية كده نجست المية لا ده أنت تحط الثوب وتفتح الحنفية ثم المية تيجي على الثوب ثم تزيل النجاسة تهم يبقى لابد من ورود الماء على النجاسة لا ورود النجاسة على الماء لأن ورود النجاسة على الماء ينجسها إذا كان الماء قليل قليل يعني أقل من قلتين نرجع لأول محاضرة أيام ما قلنا الماء القليل اللي هو أقل من قلتين اللي هو حوالي مية ستة وتسعين لتر ده يبقى قليل آه لتر ده حد الماء القليل أقصى مية ستة وتسعين بعد مية ستة وتسعين بقى ماء كثير فلو وردت عليه النجاسة لا تنجسه إلا إذا غيرت طعمه أو ريح أو لون واضح وعلى شكرة يقول إيه ويشترك في غسل المتنجس ورود الماء عليه إن كان قليلا وعشان كده حتى الغسلات الفول أوتوماتيك بتراعي الشرع الشريف في البرنامج بتاعه لأنه أنت بتحط السوب وبعدين إيه بعد كده ييجي الماء على السوب وبعدين يتم العصر وبعدين ييجي الماء على السوب يتم العصر يبقى كده بيطهر السوب في الغسلات الفول أوتوماتيك واخد بالك لكن الغسلات الإيديال لو كنت اللي هي الإيديال اللي هي زي الصندوق كده وحطت لك مطور في الآخر كده عاد بيلعب لو مليتها مية وحطت الغيارات المتنجسة يبقى أنت نجست المية مش حطها هارة النهار ده يبقى لازم تحط الأول السياب وبعدين تجيب خرطوم المية أو جرد المية تكوبوا عليها وانت شغل المطور واضح كل الحاجات دي مهمة ستة البت بقى عارفها يبقى ورود الماء عليه إن كان قليلا فإن عكسها لم يطهر أما الكثير لو المية كتيرة وانت عارف حد الكثرة قلزلك فوق 196 لتر ممكن تخليها تقربة تقول 200 لتر ومشي حالك وإن كان في الشرع يقولك تحديدا لا تقريبا فالتحديد مطلوب فلا فرق بين كون المتنجس واردا أو مورودا في الحالة الماء الكثير يعني أنا أجيب السوب بتاعي وارميه في البحر وأعود أبعاك واغسله هنجس البحر ده مية كتيرة يا عمي تهم إنما ما يجيبهوش مثلا وعندي البنيو مليه أنا ربعه كده ما يجيش 200 لتر مثلا وروح لامي الغيارات فيه وعد بعد عكف وسط الماء يبقى أنا كده أنا الجسط الماء وعد بعد عكي النجاس تهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما الأعراب بقى في مسجده قال لي أريقوا عليه دلوا من الماء أو سجلا من الماء أريقوا يعني ترد المجاسة على الشيء تطهره تهم قال لهم كده أريقوا عليه سجلا من الماء ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح المعفوات بقى لأنه ممكن الإنسان يبقى عنده جرح بسيط الجرح البسيط ده يجي عليه نقطة الدم وتتجمد وتعمل إشرة القشرة دي نجاسة لكن ما عفو عنها لأنها إيه؟ على جرح واضح ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح عنده دمل والدمل ده عثر شوية ورح جف القيح على رأس الدمل آه ده ما عفو عنه نجاسة صحيح بس ما عفو عنه واضح بحيث إمتى يقفى عنها أما تبقى على موضع الجرح آه لكن الدمل ده هنا في خدي وبعدين أنا عملته كده فجا في كمي يبقى على كمي ده مش معفو عنه ده نغسله بقى اللي على الكمي ده إنما اللي على الجرح أسيبه يبقى المعفوه لأن الضرورة تقدروا بقدرها في إمتى المسألة لابد ألا تنتقل النجاسة عن موضع خروجها عشان يوقف عنها في إمتى بقى وقال لا تختلط بغيرها كمان دي شروط تجدها بقى في الكتب التفصيلية يعني مثلا الخارج ده قيح يبقى ما يختلطش بنجاسة من نوع تاني قيح وعليه براز كمان يبقى كده ما ينفعش بقى أشيل الغيار اللي عليه البراز والقيح ده لأنه ممكن يبقى عندك قيح في جوار فتحة الشرج خروج جنب الشرج قاعدة الخروج ده يجيب صديد الصديد ده على قدل إيه الغيار اللي انت حطه عليه جاء دخل يتبرز فالغيار جاء عليه براز يا البراز ده بقى مش معفو عنه لأنه اختلط بغيره يبقى بالحالة اللي لازم يرمي الغيار ده وحط غيار جديد وبعدين يتوضى ويصلي كل ده بنقابله في حياتنا مع المرضى ومع أريبنا ومع نفسنا أحيانا فلازم المسلم يبقى عارف كيف يتسرف في الأحوال المختلفة فيعفى عنهما في ثوب أو بدن وتصح الصلاة معهما خد بالك أن النجاسة دي قد تكون من الشخص نفسه ويقعف عنها وقد تكون من من يتعامل مع النجاسة يسموها نجاسة مهنة مهنته كده طبيب في مستشفى بيتعرر لنجاسة طبيب في قسم المسالك البولية طول النهارة عايز يشتغل مع الأساطر ومع البول وممكن يترتش البول ييجي على البلتو وعليه ييجي أزن الدور يخش يصلي بالبلتو بتاعه وين شغلتك اسمها نجاسة مهنة تهم؟ وكذلك الجراح وكذلك طبيب النساء والتوليد قاعد طول النهار يولد الستات والأرنطاش في حجره ومية الولادة تنزل المية اللي حولين الجنين دي اللي يسموها الأرنطاش الناس العوام وأخذ بالك دي مية مستحيلة متغيرة نجسة كالبول حكمها فلو ترتشط على سوق بطبيب النساء أو القابلة اللي بتقوم بعملية الولادة لها أن تصلي في موضع عملها بهدي النجاسة لأنها نجاسة مهنة ولا تصلي في بيتها بها مش شغل من أقام مهنة كده تروح البيت لا عندك في البيت بقى لا يهدومك والبيت يهدوم نظيفة وصدي لكن في المستشفى في العيادة في المسجد بتاع المستشفى لأ واضح كل دي ناخد بالنا زي كان في جزار جنب مسجد قيد باي قلت أنا بصلي في قيد باي وابدل فيه دروس زمان كنت ساكن جم جزار جملي يجي يصلي في الجامع صلاة الدورة والعصر وسوبه كله دماء الجمال قاعد بيبيع تقول لنا يجي الأزام يخش الجامع ويقف وسط الصفور تقوله كده ما ينفعش تصلي في السوب ده تصلي في محلك يا إما هتيجي الجامع تبع عندك سوب تاني مع اللقب تقلع ده وتلبسه النظيف وتيجي الجامع واخد بالك إزاي لأن دي سمع نجاسة مهنة تصلي بها في موضع المهنة وليس في المسجد المسجد لابد أنه هو تحميه من النجاسات واضح زي بالزبط في واحد عنده قدم سكري يعني عنده سكر ورجله متعورة وملفف ونشع صديد وهو متعود يصلي في الجامع يخش بالصديد بتاعه ده يمشي على المكت بتاع المسجد عشان يصلي ده بيأسم ده مش بيأخد ثواب ده جاي أسم لأنه نجس المسجد آه يصلي ببيته بالرباط ده صلاته صحيحة لأنها معفوة عنها في بيتك أو في عيادة الطبيب أو في المستشفى وليس في المسجد كل دي لازم المسلمين يعرفوا الأحكام دي لأنه بنشوفها كل يوم وتيجي تكلمهم يقول لك أنتوا بتعقدوا علينا عشتنا لأن الناس اتعلمت الوقت إنها تجادل أهل الدين بسبب إساءة الأدب مع أهل الدين وما تعلموش العلم من الأسف فدي من ضمن الأشياء المسوّغات لعدم حضور الجماعة بل يأسم لو حضرها متى يأسم لو حضر الجماعة هذه السور عنده ثلاث بول عنده انفلات ريح عنده نجاسة نشعه في رجله أو في سوبه أو عنده نجاسة على سوب وما يروحش الجماعة ولا يصلي في الجماعة يأسم لو راح طب أموال فين يصلي في موضعه ما يضيعش الصلاة حنيجي بعد كده في صلاة الجماعة إيه الأعذار اللي هي تبيح التخلف عن الجماعة واخد بالك وفي أعذار يجب فيها التخلف عن الجماعة زي اللي عنده بخر ريحة نفسه وحش تلقيته كده عنده جيوب أنفية وعنده تعفن ونفسه ريحة وحش أو واكل توم أو بصر آه ده ما يروحش ولا يصلي الجمعة كمان ده يصليها ضهر ويقعد بقى في بيته يسقط عنه حضور الجمعة كمان واخد بالك والسجاير يدخل زي يهر بس يأسم السجاير حرام لكن التاني اللي بيأكل توم وبصل توم وبصل حلال لا يأسم بترك الجماعة لكن شريب السجاير يأسم بترك الجماعة لأن السجاير أصل حرام واخد بالك هنا ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح فيعفى عنهما في ثوب أو بدن لصاحب النجاسة لو صاحب العذر أو للقائم على علاجه مثل هذه الأشياء زي الجزار والجراح والقابلة واخد بالك والحاجات دي كلها وفيه واحد في القريح يسمونه المجاس اللي هو بيولد البهاين قاعد تقول النار حطت يده ويطلع البهاين والروس ينزل عليه واخد بالك ده برضو نجاسة مهنة يصلي بقى هناك في الزريبة ما يروح ليش الجامع باللبس ده يقول ما أنا مهنتي يمتني بقى ازاي وتصحي الصلاة معهما وإلا ما أي شيء لا نفس له سائلة يعفى كل دي في ايه يعني خارج عن خارج عن حكم النجاسات من حيث منع صحة الصلاة ومنع صحة التناول يعني وإلا ما لا نفس له سائلة كذباب ونمل انت عارف ممكن يبقى فيه نمل على السكر وتاخد معلقة سكر بنملها تقلب بها الشاي وتلاقي النمل طالع على الوش كده ممكن تشرب الشاي واخد بالك بنمله أو تزيح النمل كده بالمعلقة وتشرب الباقي لأنه ده معفو عنه تقيمت ازاي وده بيحصل كتير بيقابلنا والزبابة نفسها إذا وقع الزباب في هناك أحدكم فليغمسها فإن في أحد أجنحتها الداء والآخر الدواء ثم ليشربها الحديث البخاري دل على أن هذه نجاسة معفوة عنه إلا إمتى غير معفو عنه لو أنا اللي أجيب النمل ورميه وبعدين أشهر أو أجيب الزباب ورميه وبعدين أشهر كده لا أو أجيب الدود أرميه على المش وبعدين أكله كده حلق فهمت بقى إزاي؟ يبقى لازم الأمور تبقى محكومة وإلا ما لا نفس له سائلة يعني مالوش دورة دموية النفس السائلة يعني الدورة الدموية اللي هي الحشرات الحشرات مالقاش دورة دموية يدخل فيها السرصار ويدخل فيها البرغوت ويدخل فيها الزباب ويدخل فيها النحل ويدخل فيها النموس يدخل فيها إيه؟ شوف بقى أنت عالم الحشرات ويدرسه تلاقي كل دي لا نفسه له سائلة والدود والحاجات دي كله إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه إذا وقع إذا وقع بنفسه يعني أورمته الريح يعني لا والحكم ليس إذا أوقعه المكلف لو هو اللي جامعه إنه لا الحكم يختلف بقى أقول له لا ما تشربوه لا ما تستعملوه إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه وفي بعض النسخ إذا مات في الإناء وأفهم قوله وقع أي بنفسه أنه لو طرح ما لا نفس لو سئل في الماء عضر وهو ما جزم به الرافعية في الشرح الصغير ولم يتعرض لهذه المسألة في الكبير الشرح الكبير يعني وإذا كسرت ميتة مالة نفسه لو سئلة وغيرت ما وقعت فينا الجسد آه افرد بقى إحنا قيلين أن الزبابة دي معفو عنها في الإناء ممكن لكن افرد أن كسرت الزباب جدا لدرجة غير لون الإناء لا ده ما تشربوش ده لا مش معفو عنه بقى تهمت إزاي؟ لأنه صار كماك مستقذر دخل في مشكلة أخرى وصار أنه مستقذر تهمت؟ وإذا كسرت ميتة مالة نفس له سئلة وغيرت ما وقعت فيه نجسته غيرته يعني غيرت لونه أو طعمه أو ريحه هذه معنى غيرت أي صفة من الصفات الثلاثة وإذا نشأت هذه الميتة في المائع نشأت منه كدود خل وفاكهة لم تنجسه قطعا لأن دي نشأ من طاهر ويستثنى مع ما ذكر هنا مسائل مذكورة في المبسوطات سبق بعضها في كتاب الطهارة زي ما قلت لك نجسة المهنة الست اللي قاعدة بتربي لعيالته لأنها هارف البيت وبتغير لهم ممكن برضو يجيلها قشط العيل تقعد تطبطب عليه كده بعد ما تردعه يقشط على كتفاه القشط ده نجس تصلي والقشط على كتفاه لكن أبو جاء من الشغل مسك الوقت قشط الأب هو الشهور اللي بيربي هو يغسل بقى ويقوم يصلي لكن مراته ما تغسلش وتصلي لأن الأم شغلتها تربية الأطفال الأب شغلته النفق على أطفال وتربية الأطفال تعرضها تبقى مهنتها تقيمت بقى المسألة تبقى يختلف الحكم للأب عن الأم هنا لأن الأم من مهنتها التعامل مع الطفل فيعفى عنه ما لا يعفو عن الرجل والحيوان كله طاهر دخلنا في موضوع تاني بقى اللي هو كل حي طاهر كل حي طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما ومن أحدهما يعني أسد لمسك نمر لمسك زئب نمر لمسك كل ده طاهر ما ترسلش منه قطة لمسكة كنت ما استحت فيه كله حي طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر وعبارته تصدق بطهارة الدود المتولد من النجاسة وهو كذلك لأن الدود تبع الحيوان يعني والميتة كلها نجسة إلا السمك والجرار دخلنا في موضوع تاني وهو الجامد بقى خلصنا المواقع وخلصنا ميتة ما لا نفسه له سائلة وعرفنا أحكامها وخلصنا الحي واستسنيننا منه الكلب والخنزير حنخن ندخل بقى في الميت بقيد غير دول فقال لك والميتة كلها نجسة إلا السمك والجرار والأدم وحلت لكم ميتتان ودمان الميتتان السمك والجرار يبقى طاهر طلب حلال أكل السمك يبقى السمك ميتة طاهر واضح يبقى الميتة كلها نجسة إلا السمك والجرار والأدم لأن الأدم لا ينجس حيا ولا ميت وفي بعض النسخ وابن آدم أي ميتة كل منها فإنها طاهرة دخلنا في التخلص من النجاسة المغلظة كيفية إزالة النجاسة المغلظة ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات دي النجاسة المغلظة كيفية إزالة النجاسة المغلظة ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات بماء طهور إحداهن مصحوبة بالتراب الطهور يعم المحل المتنجس فإن كان المتنجس بما ذكر في ماء جار كدر يعني مترب كفى مرور سبع جريات عليه بلا تعفير لأنه ترابه منه فيه زي الميت النيل كده فيها طميه واضح وإذا لم تزل عين النجاسة الكلبية إلا بسبت مثلا حسبت كلها غسلة واحدة يبقى بنحسب التسبيع من بداية إزالة عين النجاسة بعد ما يزول النجاسة بتدعي دي أول غسلة بعد كده أغسل عليها إيه بقي السبع غسلات ويكون واحدة منهم بالتراب والأفضل يبقى التراب أول غسلة عشان ييجي الماء بعد كده يشطف التراب مع النجاسة ويس الإناء والثوب أيها وهو السوب كمان يا عم المحل المتنجس أيه في الشرح يا عم المحل المتنجس حتى لو بدنك يعني جاء كلب مثلا إيه بلسانه لحس على جسم جلدك آه دريقه بقى هنا عشان تنتقل النجاسة الكلبية لابد من رتوبة يعني لو لمسك بشعره وشعره ناشف وسوبك ناشف وبدنك ناشف ما تنجس لابد من وسط رطب لينقل النجاسة الجامدة إلى الموضع واضح؟ فلو كان في رتوبة ولمس بدنك أو سوبك أو إناءك يبقى واجب غسل هذا الموضع سبع مرات إحدى أنه بالتراب سواء بدن أو سوب أو إناءك واضح؟ بيقول وإذا لم تزل عين النجاسة الكلبية إلا بست مثلا حسبت كلها غسلة واحدة والأرض الترابية لا يجب التراب فيها على الأصح يعني هو نجس الأرض كلب نفسه نجس الأرض وأنا عايز أطهر الأرض دي أروح شاطفها بإيه؟ بسبع دفعات مية وخلاص طب وفين التراب ما هو منها فيها تقيم؟ مش محتاج إن أنا جي التراب جديد ويغسل من سائري فيه ناس يقول لك كل جف طاهر أعرف الكلمة دي اللي على السنة العوام آه كل جف طاهر في الصعيد الصعيد يعني في الأرض الصعيد اللي هو الأرض يعني مش الصعيد اللي هو في مصر صعيد مصر اللي هو مقابل لبحري مصر لا اللي يتيممه صعيدا طيبا ما لم أكن أعلم أن هذا الصعيد تنجس افرد إن الموضع ده الجف ده أنا كنت شايف انبارح كلب بيقي فيه يبقى نجس حتى لو جف واضح؟ لكن أنا ما عرفش وشايف الموضع ده طاهر ما ليش إن أنا نسأل هل مر عليه كلب ولا ما مرش أنا مليش دعوة يبقى طاهر حكمه طاهر بالنسبة لي واضح؟ لكن إن جاسة لو جفت في سوب أو بدا واجب غسلها برضو ما أقولش إنها طاهرة فهم؟ يبقى لو جفت جاء شوية بولة على كمي وأنا بغير لابني مثلا أو الجراح بيطاهر عيل بيختنه فالواد ترثر في الجراح دخل في عب الجراح بتحسن الحكاية دي جتيت يبقى في الحالة دي وهو مشغول في العيادة على ما خلص ممارسة العيانين كانت البول ده جفه خلاص بقى ناشر ينفع يروح يصلي يقول كل جف طاهر ينفع يروح يغسل بقى يبقى كمن كل جف طاهر دي عايزة نفهمها عايزين نفهمها ما تبقاش على الإطلاق كده واضح؟ ما احنا قلتلك نجاسة مينة لو حيفوته الوقت لو ذهب إلى بيتي ليغير ثوبه يبقى يصلي في موضوعه كده لكن الوقت متسع واخد بالك يبقى يروح يغير وليس عليه الإعادة يعني ساعات فيه عمليات من ابتداءة مثلا تسعة الصبح نخلصها بعد العشرة عمليات طويلة عمليات الأوعية الدموية عمليات أورام كبيرة ساعات تبقى تسعة ساعات عشر ساعات اثناشر ساع ساعات عمليات فصل التوائم الملتصقة تقعد يومين واخد بالك ويشغل فيها كذا فريق بقى فريق ست ساعته يروح يجي فريق تاني يكمل ست ساعته يروح ويعودوا هم شغلين وفي الآخر العيال تموت برد واخد بالك لأنها بتبقى العمليات كل ما طالت كل ما احتمال النجاحها يضعف لكن أول جراح بيحاول لأن مسؤولية الطبيب محافظة على الحياة ما أمكن بالخدر تقت المهم يبقى في الفترة دي أنا لو إيه لو أنا في مهناتي دي موضة طويلة قاعد فما قدرش أروح على يرهدون ميواجي يبقى في الحالة ليه بصلي في مكان موضع مهنتي بالنجاسة اللي طالها سوبي أو بدني لأن دي نجاسة مهنة لكن أنا روحت بيتي خلاص بصيت لقيت في الغيار الداخلي بتاعه بوعي الدم ما قلش بقى الله أكبر وصلي ما هي نجاسة معنا ما نبتي بقى إيه اللي عادي ويلبس غيار نظيف تقيم فلازم ناخد بالنا إمتى يعفى عنها وإمتى لا يعفى ويغسل من سائر أي باقي النجاسات مرة واحدة دي في النجاسات الإيه المتوسطة دي بقى احن قلنا النجاسة المخففة البلع عرفنا الرش النجاسة الكلبية المغلزة عرفنا التسبيع والتتريب عايز يكلمك بقى عن نجاس المتوسط ويغسل من سائري أي باقي النجاسات مرة واحدة سائر هنا اللي هي باقي باقي من ايه من بول الصبي حيث يجب فيه الرش ومن النجاسة الكلبية والخنزرية حيث يجب فيها التسبيع والتتريب يبقى الباقيين بقى يبقى الباقي هنا باقي النجاسات مرة واحدة وفي بعض النسخ مرة تأتي عليه والثلاث وفي بعض النسخ والثلاثة بالتأفضل تأتي عليه يعني تأتي على موضع النجاسة فتزيل عنها ورحتها ولونها واضح واعلم ان غسلت النجاسة بعد تحارة المحل المغسول طاهرة انا غسلت الثوب بتاعه وزالت النجاسة الحمد لله بعصره بقى العصير اللي نازل ده المية دي ايه حكمها طاهرة لانها زالت النجاسة خلاص بس بشرط ألا تزيد وزنها ولا يتغير ريحة ولا يتغير لونها تبقى نازلة مش متغيرة نازلة طاهرة فهمت؟ واعلم ان غسالة النجاسة بعد تهارة المحل المغسول طاهرة طاهرة ان انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها بعد انفصالها عما كان بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء يعني ما فياش عين من عين المجاسة ادي معنى مزدتش وزنها هذا اذا لم يبلغ قلتين اذا لم يبلغ الماء ايه؟ قلتين فان بلغهما فالشرط تتغير الماء بس نفسه ستغير الماء ما تغيرتش طاهرة واضح؟ طيب ولما فرغ المصنف مما يتهر بالغسل شرع فيما يتهر بالاستحالة دي طريقة اخرى للتخلص من النجاسة النجاسة يتخلص منها بالغسل كويس؟ والرشي اللي النطح والتتريب والاستحالة اربع طرق لازالة النجاسة الاستحالة عن التحول كتحول الخمر الى خل يطهر الخمر تبقى خل طهر واضح؟ يبقى عندي وسائل ازالة النجاسة اربعة ها؟ واني ازور عليها الخمسة الدباب فتح الله عليه اللي هي ايه؟ جلود الميتة تطوروا بالدباب يبقى نخليهم خمسة يبقى الغسل والنطح والتتريب والدباب والاستحالة سهلا؟ ايه؟ ايه؟ الغسل والنطح النطح عشان بقول الصبي اللي هو الرش الرش والنطح بمعنى واحدة والتتريب عشان ندخل النجاسة الكلبية والاستحالة تتحول الخل الخمر الى خل وتحول الدم الى مسك كويس؟ وتحول عصارة الحوت الى عنبر كل ده بيتهرب عندك المسك ما هو عبارة عن دم غزال كويس؟ بعد الغزلان الزباء تبص لها عندها حوايصالة كده يدخل فيها دم ويتسفل حوايصالة دي فترة يتمسك يبقى مسك تتعلمت ازاي؟ يبقى الاستحالة اي التحول كالخمر الى خل والدم الى مسك في الزباء والعصارة الى عنبر في الحوت واضح؟ وبعدين الدباغ نمر خمسة اللي هو فكرنا بيها الشيخ الدباغ اللي هي دباغ جلود الميتة احنا ارناعب لكده زمان لو لمسني من لمسه الكلب هل علي الغسل بالتسبيع؟ لو لمسك من لمسه الكلب وفيه رطوبة في موضع لمس الكلب فيه يبقى عليك زيد واضح؟ بس لازم يبقى فيه وسط راتب لكن هو لمس الكلب وكان راتبا ثم جفة ولمسني بموضع لمس الكلب بس هو جاف ناشط وانا كمان ناشط مش علي ما عليش حاجة واضح؟ لكن لو هو انا ايدي دي مبلولة والمس موضع لمس الكلب من بدن انسان يبقى هنا انتقلت النجاسة الكلبية لي انا كمان يبقى واجب الغسل واضح؟ السؤال؟ كان المفروض يستنتج الاجابة من خلال الدرس لو فهمنا الدرس لكن انا عما بسمعي لسئلة دي بيجيلي نوع من الاحباط بحس ان انا ما عرفتش اشرح ما عليش الصبر جميل ها؟ الايه؟ لا ايوا اسا انت مش هتصلي بالسير لا ده بيزيل عينها بس لازالة عينها لا لتطهيره لكن ازالة عينها فقط لا مش من طرق الازالة لكن التطريب ترك من ازالة من تطهير من طرق تطهير الثوب الطويل للمرأة في الطريق اه ينتهره ما بعد يبقى التطريب يدخل في النجاسة الكلبية وفي السوب الملاسق للارض عند المرأة وكذا النعل وكذا النعل تحكه كده في التراب خلاص يطل تبقى لك بالتطريب يدخل في النجاسة الكلبية وفي النعل والسوب واضح ولما فرغ المصنف مما يطهر بالغسل شرع فيما يطهر بالاستحالة يعني التحول وهي انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى فقال واذا تخللت الخمرة وهي المتخذة من ماء العنب محترمة كانت الخمرة ام لا هو فيه مخترمة فيه خمرة محترمة اه اه كخمرة كتابة يبيعها وبيتاجر فيها وتعتبر محترمة يعني مضمونة يعني لو واحد كتابة وعنده خمرة وجاء مسلم ارقها له يدي له تمنها لكن لو المسلم ده عنده خمرة وجاء مسلم تاني ارقها له ما يدي لهش حاجة لانه غير محترمة عند المسلمين لكن محترمة زي واحد دخل على واحد مسيح مرب خنزير ده بحهوله يدفع له تمن لكن دخل على واحد مسلم لا عنده خنزير ده بحهوله ما يدفع لهش حاجة بقى انه غير محترم هيد المسلمين فاتبالك يبقى المتخذة من ماء العنب محترمة كانت الخمرة ام لا وخيلة المحترمة فيها تفسير تاني ببعض الكتب دي جبها من دخنيق دخنيق الكتب بقى ما يقولك ايه خمرة المحترمة التانية غير خمرة الكتاب يقولك وهو عصير العنب المعصور للشرب لا للتخمر فتخمر لوحد دي بقى تبقى دي خمرة محترمة لانه ولم يقصد تخمرها بخلاف عصير العنب اللي بيعصر من اجل ان يخمر فدي خمرة غير محترمة هيد تزيادة كده لطيف يبقى لازم تتخلل الخمرة عشان تطفر وتتخلل بنفسها بدون اضافة شيء فيها لانك لو اضافت شيء فيها تنجس هذا الشيء فخللها فصارت مختلفة بالنجاسة المتنجسة فيبتبدل خمرة نجسة وعشان كده الناس يقولك ايه خلها ايه خل خلها خل يعني ايه ده مثال بيقولوا المصريين وهو مثال فقه شفيعي يعني تدخل في المسألة فبدل ما يحللها حرام فيقولك خلها خل يعني بوز الخمرة ما سبقاش تتخلل لوحدها وتطهر لا ده هو تدخل فحولها الى خل ففسدت فيمت بقى المسألة ففيه من الامثلة اللي على السنة العوام المصريين تلاقيها امثلة ازهرية لا حكم ايه العلم الازهري ومعنى تخللت صارت خلا وكانت سيرورتها خلا بنفسها طهرت لازم بنفسها وكذا لو تخللت بنقلها من شمس الى ظل وعكس ممكن ايه امسك دن الخمر يعني برميل الخمرة انقله للضلة انقله للشمس علشان ايه يتخلل بنفسه لكن ما ضيفش مواد عليه تدبالك وان لم تتخلل الخمرة بنفسها بل خللت بطرح شيء فيها لم تطهر واذا طهرت الخمرة طهرت دنها تبعا لها الدن اللي هو ايه الوعاء اللي هي فيه اللي هو برميل الخمرة زجاجة الخمرة اناء الخم ده اسمه الدن واضح طهرت دنها تبعا لها والله تعالى اعلى واعلم وكذا ها طهرت دنها هو كاتبين هنا الدن فعلا نفتح بقى مختار السعال يجوز فيها الكسر ام لا اجا يبقى بالفتح فقط يبقى بالفتح فقط يبقى طهرت دنها فضل يا سيد فترح الله عليك هي اللي بتتخلل هي اللي بتتحول خل المتخذة مثلا من البصل ما تتخللش ما تتحولش خل تبدل كونياك تلهم را او المتخذة مثلا من من البتاع ده التفاح سموها كونياك او ويسكي الويسكي ده متخذ من ايه من تخمر عصير التفاح كده برضو فده برضو ما بيتخللش طبعا انت مش عارف وانا مش عارف انا سمعت كده من الخمرجية لكن انا مش عارفين الخمرجية عارفين الحاجة دي كل ربنا ينجينا الحمد لله عمرنا ما دقناها بفضل الله رب العالمين الحمد لله ولا قطرة الحمد لله ربنا يدمها نعمة ايوة شي لا ما هو عند الحمر الوحشية بنا كله لكن الحمر الاهلية حرمت من اجل المحافظة على جنس نوعها لرخصها لانها هي رخيصة فلو احل اكلها كانت زمان الحمير خلصت وبيدت والنبي يحب يحفظ على توازن البيئة فحرم الحمر الاهلية لان استعمالها في الحمل والخدمة افيد من اكلها واخد بالك ولما كانت الحمر الوحشية لا حملة لا ولا خدمة لانها وحشية احل اكلها صلطنا عليها والتانيين حماها مننا فهمت ازاي ودي من من فضائل الوحشية يجوز اكلها انت تروح هناك تشاد في الهام يتعلق عند الجزارين يكتب عليها زبرة امار وحش يقولك تاخد كيلو زبرة ولا كيلو حمية بتاعت بقري ولا كيلو مش عارف ايه هناك في تشاد بيأكلوها لان عندهم غابات كتيرة يستدوها ويعلقوها عند الجزارين تشتريها فلو عايز تدوها يروح لتشاد لبن الحمار نجس لان يحرم اكله يبقى لبنه نجس في ارياف مصر يقولك ده شرب لبن حمار وهو صغير يعني قلبه جامد حرام شرب لبن الحمير حرام قطع لانه نجس واخد بقى كل ما يحرم اكله يحرم شرب لبنه ويحرم اكل بيضه يبقى ما جيش بيضة حداية اسلقها وعملها سندويتش بهمت ازاي هو الموبيض لا ما ينفعش لازم بيض ما يحل اكله ولبن ما يحل اكله هو ده اللي ينفع ناكله واضح طيب البيضة المنفصلة ممن يحل اكله حي لانه يقولك خد بالك ان كل المنفصل من الحي له حكم ميتته دي قاعدة كده احفظ كل من فصل من حي له حكم ميتته فان كانت ميتته ناجسة يبقى ناجس ان كانت ميتته طاهرة يبقى طاهر واضح يبقى المنفصل من ايه من الانسان زي الدوافر والشعر ليه حكم ميتته ميتته طاهرة يبقى الشعر المنفصل طاهر كويس طيب الشعر بتاع الحمار حمار ده يحرم أكل يبقى الشعر المفصل منه إيه ناجس طب ما احنا بنركب الحمار وساعات يعلك شعره على ثوبك وتيجي تصلي بيه وقولك معفو عنه لصعوبة الاحتراز واضح يبقى ما ينفعش أجيب خروف وأقطع ليته واطبخ واسيب الخروف عايش أو أخد حتة من سنة من الجمل وأقل بيها والجمل عايش كانوا بيعملوا كده في الجاهلية أما يتزنق في شوية شحن وعايز يطبخ وعندوش دهن يأعمل إيه يجي الخروف يروح قطع منه حتة من الليئة كده والخروف يجري يسيب واق واق ويعاية شوية وبعد يجرح وبعد يطبخ بيها حرام لأنها لها حكم ميتاتك كويس إلا بيضة الحيوان مأكول اللحم فهي منفصلة في حال حياته ويجوز أكلها فاتبقى لك بقى يا سيدي تخرج عن القاعدة يبقى كل من فصل عن حي له حكم ميتاته إلا بيض مأكول اللحم شفت القواعد اللطيفة دي عشان تبقى بس ماشي فيها في الدنيا ماشي ازاي عشان ما يقدم لكش بيضة هدهد وتاكل ولا بيضة بومة وتروح تاكلها ما ينفعش تاهمت ازاي تاكلها طالما غير ضرة لأنها الرسول أجازة ميتة البحر والحوت ما هو مفترس وكانوا الحوت في أصر النبو كانوا في سيف البحر طلع عليهم حوت اسمه العنبر وكانوا تلتمية قاعدوا يأكلوا منه عشر تيامه مخلص وكانوا العشرة منهم يعودوا في تجويف عينه من الصحابة تجويف العين يعودوا عشرة وكانوا يجيبوا الدلع بتاعه يحطوه كده ويعدوا من تحته وهو ركب الجمل بين غير ما يوضي موصوف في صحيح مسلم حصل مع الصحابة لما النبي بعتهم في سيف البحر وبعدين نفذ منهم الغذى بتاعهم وجاعوا جوع شديد وأكلوا لحد ما وصلوا للساحل بس لقوا الساحل بعت لهم حوت ضخم رمهولهم زي الجبل يقول لك قاعدوا يأكلوا منه ويحولوا من الشحم بتاعه جرادل وقاعدوا ثلاثمية يأكلوا منه شهر يقول لك لما تخنوا وبقوا كمان يلعبوا كمان ما وصلحب الشباب يتلعوا الدلع بتاعهم يعملوا كده ويمشوا تحته من غير ما يوضطوا ويقعدوا يركبوا جوه تجويف العين ويلعبوا القصة معروفة في صحيح مسلم يبرحود ده مفترسة أكلوا واضح وسموه العنبر نعم الحتام الكبيرة يعني الضخمة والله تعالى أعلى وألم هل لديكم أكوال أخرى أيها ما هو طهر لكنه يحرم تناوله يحرم تناوله قليل وكثير وحرام لأنه مفتر مفتر وكل مفتر خمر وكل خمر حرام الحديث رواه ابو داول حديث رواه لما ظهر الحشيش أيام الحفظ العراقي أول ما ظهر الحشيش كان أيام الحفظ العراقي وجمع علماء الأظهر قاعدين يقول لك إيه جنس وده حرام ده ولا مش حرام لأنه مش مضر وأنه بينعنش شوية كده يبسط وأنه نبات طاهد طب يبقى حلال يجراش إيه إيه المشكلة يعني تهم فبعد العلماء كانوا إيه حششوا يستعبروا طاهد مجرونش لسه يعرفوه تهم فعملوا اجتماع في الأظهر إيه حكمه بعد ما تناولوه لأنه هو بيبسطهم زينا عن اللزوم فتوغشه قالوا إيه ده خمرة دي ولا إيه المصيبة اللي احنا بناخدها دي فعملوا اجتماع واخد بالك إزاي في الأظهر الشريف في أيام الحفظ العراقي إيه حكم البتاع المصيبة اللي ظهر لنا ده وبترين إيه نحنا نتناوله وفهمينوا أنه هو حلو وبيعمل فينا تأثيرات غريبة كده فقعدوا إيه يتناقشوا فبعضهم قال يحرم تناوله لأنه ضار قالوا له ما فيه ناس بتستعمله وبقال له سنين ما تضرتش سن الضار ولا سم ولا حاجة ده بيفتح الشي يعني بعضهم قال لهم ده علشان بيعمل خمول قالوا بالعكس ده فيه ناس بتاخده وبيصدد نشاط قعدوا يتناقشوا يعني فهمت إزاي أمطلع لهم الحفظ العراق بحديث رواء أبو داود فرحوا بيقوي وحرموا الحشيشة من ساعته اللي هو حديث إيه رواء سنن أبو داود في سنن قال لهم كل مفتر خم وكل خمر حرام والحشيشة مفترة قاموا كلهم بسوبة واخد بالك وخدوا بالحضن لأنه خرجوا من حرته واستقر الأمر على حرمة الحشيش وما شابهه واضح يا سيدي سبحانك دعوة بحمد إن شبنا نتسأخذ وصالي لهم وسلم وبرك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر